قبل ما نبدأ ياريت توصلوا الفيديو ده الخمستاشر الف لايك على اليوتيوب عشان ننزل الفيديو اللي بعده في اسرع وقت قبل ما نبدأ في منصة اسمها ستارز بلاي متخصصة لعرض جميع الافلام والمسلسلات والانيمي والمنصة اول ما بتشترك عليها بتقدم لك عرض مجاني لمدة اسبوع تقدر تتفرج او تحمل اي مسلسلات او افلام او انيميشن بدون اعلانات وبعد اسبوع بيكون في اشتراك شهري بسعر رمزي جدا في رابط تحت في وصف الفيديو وفي اول كومنت مسبت خاص بالاشتراك في المنصة وبالنسبة لطريقة الاشتراك فبالنسبة للسعوديين والاماراتيين هيكون الاشتراك عن طريق رقم الهاتف فقط اما بالنسبة لبقى الدول فالاشتراك هيكون عن طريق البطاقة الايتمانية او الكريدت كارد هتلاقوا كل التفاصيل في الرابط اسفل الفيديو خلصنا اركي عصابة البياك ويا لما الطلاب كانوا بيجهزوا الامتحان اللي تشونين وعدت الايام وجاعد ميلاد بروتو وجات ساكوراهية وصاردة وميتسكي يحتفلوا معاها بس ناروتو ما عرفش يسيب الشغل وييجي فبروتو زعلوا راح تاني يوم بالليل لكاتاسكي وكاتاسكي يدلوا اداة نينجي علمية وقالوا دي هتساعدك في مهماتك والصبح الفري السابع تكلف بمهمة وكونوا همروا قال لهم مهمتنا اننا نمسك لصوص مستخبيين في منجم مهجور وفي نفس الوقت ده ناروتو جالوا اخبار ان الو تسوتسكي اللي هم عشرة كاجويا سببوا خراب في منطقة من القرية فقال الشيكامارو انا هنزل اشوف في ايب نفسي ونزلوه في طريقه قابل بروتو وتأسف له عشان ما حضرش عيد ميلاده فبروتو قال له انا ما يهمنيش انك تحضر عيد ميلادي بس خلي بالك عيد ميلاده مواري قربه لازم تحضر ده هيبقى وعد بنا ومشي بروتو ووصل مع الفريق السابع عند المنجم اللي كان اللصوص مستخبين فيه بس جي واحد وقال لهم الوضع تغير اللصوص كانوا اربعة تلتة منهم ماتوا وفي واحد منهم بس اللي عايش وسجناه فكونوا همارو خد الفريق وراحوا لللص المسجون واللص قال لهم احنا كنا في منجم وفاجأ طلع علينا وحش ابيض وقتل صحابي وانا هربت بسرعة من المنجم فكونوا همارو خد الفريق ودخلوا المنجم ومشوا شوية ولوا جسس اللصوص جوه وكانوا مقتولين بتقنيات من عناصر مختلفة ولما بصوا ولوا اصار اقدام كبيرة فتتبعوها لحد ما ظهر وحش كبير وهجم عليهم وطلع زيتسو الابيض وكان عنده تلت رؤوس وشكله غريب عن زمان وبدأ يهجم عليهم بتلت عناصر تشاكرة مختلفة وكان هيقتل بروتو فكونوا همارو تصداله وسرد حدفت عليكو ناي وبروتو جيري وراح غرسوا فيه فزيتسو مسكوا ورماه فبروتو افتكر اداة النينجا اللي كتسكم الدهاله فخرجها وحدفها على زيتسو وزيتسو تأثر بيها وكونوا همارو راح اصابه فزيتسو هرب وكمل الفريق السابع ماشي لحد ما كونوا همارو لا اثر لعشرة اوتسوتسكي فالزيتسو الابيض المفروض انه مات في الحرب العزمة الرابعة للنينجا وكاجويا اتختمت ايه اللي بيحصل ده وكونوا همارو بعد كده قال للفريق ركزوا معايا عشان ممكن يبقى فيه نسخ كتير من زيتسو الابيض وبدأ يقول لهم خطة وبعد ما فهموا الخطة راحوا كلهم هاجموا على زيتسو الابيض تاني بورق متفجر وصارد استخدمت الشارينجا وقالت لهم هيهجم علينا دلوقتي بتلات تقنيات مختلفة فميتسكي وبروتو وكونوا همارو كل واحد منهم صد هجوم ورمى كونو همارو كون بلده خانية وبروتو بنسخ وكان بيهجم وبيضعف زيتسو الابيض لحد ما زيتسو وقع فبروتو اتغر ورح اجم عليه بكوناي في تشاكرة عنصر البر فزيتسو ميسكو ووقفوا ومتكي بسرعة ميسك زيتسو وكونو همارو نزل ضربه براسنجا بس زيتسو هرب قبل ما يقضوا عليه وكمل الفريق السابع ماشيولا وشرانك ووصلوا لاخر المنجم وكونو همارو قال لهم خلوا بالكو عشان ممكن نلاقي نوسخ زيتسو ورا الصخور اللي قدامنا دي دلوقتي وضرب كونو همارو الصخور براسنجا وكسرها ولاء ونسخ زيتسو وقع في الارض ومحروقة بالاماتيراس فكونو همارو قال له ماكيد ساسكي هو اللي عمل كده هو في مهمة سرية وبيتتبع عصر كاجويا ساسكي نينجا قوي وهو الوحيد اللي يدري يجاري الهوكاج السابع فبروتو لما سمع كده بقى نفسه يكون زي ساسكي وخرج الفريق السابع بعد كده وجي ناروتو بنسخة منه يتبع اللي بيحصل وفي نفس الوقت ده كان في واحد من عشيرة قوتسوتسكي اسمه تونيري واقف في مكان غريب وجاله واحد تاني من العشيرة وقال له اخيرا لقيتك فتونيري قال له انا كنت فاكر ان قدر العشيرة هينتهي معايا فالشخص التاني قال له والعيلة الرئيسية في العشيرة شايفة ان دعمك لكاجويا وللارض خيانة للعشيرة فتونيري هجم عليه بس الشخص التاني جمده وسابه ومشي وتاني يوم في كونوها كان عيد ميلاده مواري وناروتو كان بيتكلم في التلفزيون عن امتحانات الليتشونين وبروتو كان بيتفرج وهو متضايق وقال انا مش هدخل الامتحانات دي انا هبقى زي ساسكي مش زي ابوي الغبي وراح بروتو بعد كده المطعم وقالوا هناك ميتسكي وساردة وقالوا له ماينفعش متشاركش في امتحانات الليتشونين لاننا فريق واحد وكده احنا كمان مش هنشارك وميتسكي قال له انت نفسك ابوك الهوكاجي يعترف انك قوي شارك في امتحان الليتشونين واثبت له انك قوي فبروتو وافق وناروتو في الوقت ده وهو قاعد في مكتبه وجاله كتاسكي وقال له انا اخترعت اداة نينجا بتخلي النينجا يقدر يستخدم تقنيات عناصر الليتشاكرة كلها من غير ما يتقنها ايه رأيك نستخدم الاداة دي في امتحان الليتشونين فناروتو رفض وقال له لا مش هينفع نستخدمها كده الطلاب مش هيبقوا قوياء ومش هيعتمدوا على نفسهم فكتاسكي ماشي بس اول ما رجع المختبر بتاعه في حد هجم عليه وبالليل رجع بروتو هي مواري البيت لو نروتو مستنيهم عشان عيد ميلاد هي مواري فبروتو قال له كويس انك افتكرت الوعد اللي بيننا انا سمحتك بس نروتو هو بيجيب التورتا التورتا وقعته وبروتو اكتشف ان اللي كانت معهم دي نسخة وجسد نروتو الحقيقي في المكتب بيشتغل فبروتو اضايق جدا وكان رايح لناروتو بس هنا توقفته وفاجأة الباب خبط وبروتو افتكر ان نروتو هو اللي بيخبط وفتح عشان يضربه فطلع ساسكي هو اللي بيخبط وكان جاي عشان يسأل على نروتو وساسكي شاف بروتو وهنا تقالت له نروتو في المكتب فساسكي ماشي عشان يروح له المكتب وهو ماشي لها بدلت نروتو لديمة مرمية بعد بروتو مرماها فاخدها وراح لناروتو وقال له انا جايلك عشان اقولك اني لقيت الاسر بتاع كاجويا ورحت هناك وخدت منه لفيفة بس وانا هناك طلع علي واحد اسمه اوتسوتسكي كينشكي وقال لي انه موجود هنا للحراسة ودخل معايا في كتال وكنت بحاول اتصداله واستبدل مكاني برينجان عشان ابعد عنه لحد ما ظهر شخص تاني اسمه اوتسوتسكي موموشكي وسألني هي كاجويا فين فاقلت له انها ما بقتش موجودة وخدت اللفيفة وبرينجان هربته وانتقلت البعد تاني بس المشكلة اني مش عارف اقرأ الكلام اللي في اللفيفة حتى برينجان بتاعتي فنروتو بعد ما فتح اللفيفة معرفش يقراها هو كمان فقال لازم نوديها الفريفك الشفارات فساسكي قال له دي البدلة بتاعتك خدها لقيتها وانا جاي هنا انا كمان قابلت ابنك هو شبهك بالزبط فنروتو قال له لا هو مش شبهي ولا شبهك الظهر ان الجيل الجديد غيرنا وماشي ساسكي بس لا بوروتو جاي لناروتو فقال له انت جاي ليه فبوروتو قال له جاي انتقم من ابويا بعد ما بوز عيد ميلاد اختي فساسكي ضربه ورجعه وقال له انت ضعيف بمستوىك ده مش هتقدر تعمل حاجة فبوروتو قال له انت قوي خليني تلميزك فساسكي قال له بتعرف تستخدم الراسنجان فبوروتو قال له لا بس لو ده هيخليك توافي انه بقى تلميزك هروح بسرعة اتكنها واجيلا ورجع ساسكي بعد كده البيت وقال له سردة وساكورا انه هيقعد في القرية لحد ما امتحانات اللي تشون انتخلص وبروتو راح صحة كونو هامارو عشان يعلمه الراسنجان والصبح بدأ كونو هامارو يعلمهالو وبروتو كان بيتدرب كل يوم على انه يخرج تشاكورا من ايده ويدورها عشان يفرقع البلونة المائية وبعد ايام من التدريب ادري فرقع البلونة ومن بعدها ادري فرقع الكرة المطاطية وكان بيعمل راسنجان صغيرة ورح لساسكي فساسكي قال له دي صغيرة جدا فبوروتو زعل وجيري رح لكاتاسكي وكاتاسكي اداله ادات النينجان اللي اختراها وقال له بدي تقدر تعمل راسنجان كبيرة فخد الاداة ورح لساسكي تاني يوم وعمل راسنجان بالاداة وساسكي كان فكره اتضرب لحد ما وصل للمستوى ده وقال له انا قبلت انك تبقى تلميزي ولما بص شاف ادات النينجا في ايد بوروتو بس ما قال لهوش انه شافها وبقى بوروتو بيتضرب كل يوم مع ساسكي وبقى بيعتمد اعتمد كله على ادات النينجا بتاعت كاتاسكي وكل الفرق كانوا بيتضربوا عشان امتحان اللي تشونين وتماري قالت لشيكداي خلي بالك عشان خلق جارة اتبنى ولد قوي جدا اسمه شينكي وهيخليه يشارك في امتحان اللي تشونين وفي نفس الوقت ده جل موموشكي وكينشكي الشخص اللي قتل تونيريا قبل كده واللي اسمه تسوتسكي قراشكي وقال لموموشكي انا عارف انك بتدور على فكهة الشجرة المقدسة اللي هي مصدر اللي تشاكرة بس كاجويا خانت العشيرة وكلت الفكهة دي وانا عارف مكان اللي تشاكرة فين وخدهم بعد كده عند الارض وقال لهم اللي تشاكرة هنا وتقسمت لتسع وحوش وفي وحشين مختمين جوه شخصين الشخص الاول اسمه كيلر بي والشخص التاني اسمه ناروتو فموموشكي راح مع كينشكي عشان ياخده الهاتشيبي من كيلر بي وكيلر بي اول ما شافهم قال انا كنت رايح لناروتو دلوقتي هم من دول وتحول بعد كده كيلر بي للهاتشيبي فموموشكي هجم عليه بقى دوات حديدية ويد موموشكي كان فيها رينيجان فكيلر بي جهز كنبلت بيجو وهجم بيها فموموشكي امتصها وهجم بعد كده بكمبلت بيجو اكبر بكتير وهزم كيلر بي وسحب الهاتشيبي وقال كده فاضل اننا نروح لناروتو وفي قرية الرامل جارة جهز الجنين بتوع القرية اللي هيروحوا امتحان اللي تشونين وكان من ضمنهم شينكي الولد اللي جارت بناه وودهم بعد كده مع كانكرو اللي قرية كنوها بس فاجأ الشوكاكو تواصل معه وقال له في حاجة غريبة حصلت انا فقدت التواصل مع الهاتشيبي فجار استغرب وتاني يوم كان امتحان اللي تشونين وبروتو صحي واخد اداة النينجا معاه وهو رايح الامتحان وتجمع كل الجنين من مختلف الكرة وتجمع الكاجي هم كمان وبروتو وشينكي شافوا بعض وشيكمار وطلع بعد كده وقال لكل اول اختبار هيبدأ بعد شوية فكل الجنين راحوا مطعم ياكلوا عبل ما يجي معاهد اول اختبار وجي جنين قرية السحاب ورخموا على بروتو وسرده وبروتو كان هيدخل معهم في قتال بس شينكي يمسكهم ووقفهم وقال لهم الكتال هنا ماينفعش وراحوا بعد كده كلهم للاختبار الاول وساي قال لهم الاختبار الاول هيبقى عبارة عن سؤال صحة او غلط بس السؤال مش هنا السؤال هيبقى في موقع الاختبار بيهيلا على بعد 20 كم من هنا ولازم توصلوا هناك في خلال ساعة وساي كان بدأ الوقت وهو بيشرح عشان يلهي النينجا بس كلهم سبوه وجريوه عشان يلحقوا يوصلوا وتنتين كانت بتعمل لهم فخاخ وهم في الطريق ووقع كتير من النينجا في الفخاخ دي وشوية ووصل بقى النينجا سالمين قبل الساعة ما تخلص وساي قال لهم احنا هنعرض السؤال دلوقتي والسؤال من المجلد الخامس لكتاب استراتيجية النينجا وتعرض السؤال وساي قال الفرق اللي شايف ان اجابة السؤال صح يجوا عند الصح واللي شايفين ان اجابته غلط يجوا عند الغلط بس خلوا بالكو اللي لونه هيتحول لأسود هيسقط في الاختبار وتوزعت الفرق بس فجأة كلهم وقعوا ولو تحتهم حبر أسود وكتير وقعوا فيه وفرق تانية مسكوا بعضهم وقدروا انهم ما يقعوش في الحبر وبروتو كان هيوعفة سردة وميتسكي مسكوه وسردة قالت هو ده الاختبار الاختبار كان عبارة عن فخ مفيش اصلا مجلد خامس لكتاب استراتيجية النينجا وساي يجي وقال لهم اللي ماوقعوش في الحبر هم اللي نكحوا واللي وقعوا هم اللي صقتوا وانا قلتلكو اللي لونه هيتحول لأسود هيسقط في الامتحان ونجح فريق بروتو في الاختبار الاول والاختبار التاني كان هيبقى بعد ثلاثة ايام بس كان في نينجا من قرية كونوها بيرقب بروتو وكلم كتاسكي وقال له لأ لسه مستخدمش الأداة ولما بروتو روح لأنا روتو بعت له رسالة تهنئة وتاني يوم رجع بروتو يتضرب مع ساسكي وما كانش عارف يوجه الشوريكن في التدريب فقال لساسكي ايه الشوريكن ده اختصاص سردة مش اختصاصي انا فساسكي عمل نسخ ظل وقال له انا بعمل نسخ ظل مع انها مش تقنيتي لو فضلت تقول اختصاصي ومش اختصاصي مش هتبقى ننجا قوي ناروتو ابوك بيقدر يعمل الف نسخة ظل فبروتو عمل اربع نسخ وقال انا في يوم هقدر اعمل عشرة الاف نسخة وبالليل راح ساسكي قابل جارة وتشوجر وقال له منه هو جاي قرية كونوها قراشكي جاله القطر وهجم عليه وبعد ما هجم عليه مشي فساسكي يال لازم نفك شفرة اللافيفة اللي انا جبتها بسرعة وعدت ثلاثة ايام وجمع عادل الاختبار التاني في امتحان اللي تشونن وتنتن قالت للجلن الاختبار التاني هيبقى عبارة عن ان كل فريق منكو هيبقى معاه عالم وهيواجه فريق تاني وهيحاول ياخد العالم اللي معاه وبداية المواجهة وفريق شكدا يدروا ينتصروا على فريق من قرية الضباب وخدوا علامهم وفريق قرية السحاب هجموا على فريق سوميري وحبس ونامي ده في فقاعة وقدروا ياخدوا علامهم وفريق قرية الرمل بقيادة شينكي كانوا بيواجهوا فريق ايوا بي وشينكي هزم دينكي وايوا بي ومثلوا لوحده وخد العالم بعد كده وفريق بورتو كانوا بيواجهوا فريق من قرية الضباب وبرتو عمل نسخ عشان يحمي العالم فننجا الضباب عملوا نسخ أكثر وهجموا على نسخ بوروتو ودمروها وكانوا رايحين يأخذوا العالم فبوروتو استخدم أداة النينجا وعمل تقنية من عنصر المية اسمها الحوت القاتل وبعد كده نزل على نينجا الضباب بعنصر البرء وقضع عليهم وصار دراح اتخذت العالم بتاع نينجا الضباب وانتصروا بس تنتين كانت بترقب القتال وقالت أنا ما شفتش بوروتو بيعمل أختم تقنيات هو ازاي استخدم التقنيات دي شكله قوي وبيعمل أختم بسرعة والنينجا اللي كان بيرقب بوروتو كلم كتسكي وقال له بوروتو استخدم الأداة وروح بوروتو بعد كده البيت وكان فرحا بالأداة بس كان حاسس انه غشاش وضعيف لأنه بيستخدم الأداة من غير ما حد يعرف وما بيبقاش قوي غير بيها وشوية وجينا روتو وهنا تاني وقال له اوعى تخسر في الاختبار التالت وعدت الأيام وجي معاد الاختبار التالت اللي هيبقى عبارة عن قتالات فردية وكله جي يتفرج والكاجي كانوا قاعدين واللي طلع وقال الكتال هيبقى عبارة عن اقصائيات وأول كتال تحدد وكان بين بوروتو ونينجا من قرية السحاب اسمه يوروي وبدأ القتال وهجموا على بعض بأسلحتهم ويوروي بعد كده هجم بفقاعة عملها بالعلكة وبروتو لما ضربها لها بتنفجر فيه ولها يوروي عامل فقاعات كتير وما كانش عارف يعمل ايه فقال انا مش هخسر واستخدم اداة كاتاسكي وحدف بها شوريكن والشوريكن يتوجه صح وراح فرع فقاعة في فم يوروي وانفجرت فيه وكسب بوروتو الكتال ورجع سلم على شيكداي والكتال التاني اتحدد بين شيكداي وبنت من فريق الرمل اسمها يودو ويودو كانت حطة سماعات في ادنها وبتسمع اغاني وبدأ الكتال وشيكداي كان بيحاول يمسكها بالظل ويهجم بكناي بس كانت بتتفادها كل شوية ورمع عليها كنبل دخانية وحاول تاني يمسكها بظل وبرضو تفادت ظلو من غير ما تشوفه لحد ما شيكداي تعب ويودو فكت شعرها وهجمت عليه بتقنية من عنصر الرياح وكان فيها موجات صوتية ترددها عالي فشيكداي قال انا فهمت انت حست سماعك قوية جدا عشان كده كنت بتتفاده جومي بسمعك مش بنظرك وخرك شيكداي ورق متفجر فيودو هجمت تاني والورق انفجر فيه ويودو قالت له كنت فاكراك اقوى من كده بس فاجأة يودو لات نفسها ممسكة بالظل وشيكداي قال لها انا فجرت الورق في نفسي متعمد عشان تسمعي صوت الانفجار وما تسمعيش صوت الظل بتاعي وراح شيكداي عندها بكناي وانتصر ورجع بعد كده سلم على سردة ونزلت سردة بعديه في مواجهة جين من قرية السحاب اسمها تاروي واستخدمت الشارين جانوف ثلاث ثواني تفدت هجومها وضربتها وانتصرت ورجعت بعد كده سلمت على انوجين والقتال اللي بعده كان بين انوجين ونينجا من فريد رامل اسمه ارايا وبدأ انوجين يرسم طيور وحوش ويهجم بيها بس ارايا دمرهم كلهم وراح ضربوا وانتصر بسهولة وخسر انوجين ونزل بعديه ميتسكي في مواجهة نينجا من قرية السحاب اسمه تاروي وتاروي كان بيهجم بالكهرباء وميتسكي قاعد يتفدى وواف بعد كده وتضفقت منه اتشاكرة كبيرة بس افتكر ان ريتش مارو كان ايله ما تظهرش قوتك الحقيقية في امتحان اللي تشونين فخرج افاعي وهجم بيها بس ومسك تاروي وانتصر ورجع بعد كده وسلم على تشو تشو وبكده يبقى خلص الجزء الاول من ارك امتحان اللي تشونين وانتظرونا في الجزء التاني ولو حابب تتواصل معنا فاحنا عملنا بيج جديدة على الفيسبوك هتلاقوا اللينك بتاعها تحت في وصف الفيديو ياريت تعملوا لوافولو لو عايزين يوصل لكو كل جديد عن القناة في النهاية لو الحلقة عجبتك ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك للحلقة